بنستكمل المسيرة مع أعلام دولة التلاوة واليوم مع صاحب محطة هامة في هذه الدولة وهو الشيخ محمود عبد الحكم رحمة الله عليك رحمه الله أولاً ماذا تقول عنه عن مدرسته في التلاوة فضل الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه محمود عبد الحكم نموذج جديد ليس كما تحدثنا عنهم محمود عبد الحكم من مواليد 1915 وهي ذات السنة التي ولد فيها أبي نعم رحمه الله عليك وانتقل سنة 82 عن 67 سنة وذلك في مركز أبو تشت أو قرية من قرى أبو تشت بإنة فهو صعيدي يعني المحتد صوته فيه شجر لكن قراءته لا علاقة لها بالموسيقى لا من قريب ولا من بعيد يعني ما كانش فيه تنغيم أو مقامات هو كان ماسك على البياتي ولو أنه هو يعني نزل ينزل على الحجاز يطلع يطلع على الصباح وبس يعني فيه محدود لكن هذه قراءة بنسميها القراءة التعليمية وفي بالسيادتك القراءة التعليمية الصحيحة الهادئة متقن أوي في أحكام التلاوة متقن أوي في مخارج الحروف متقن أوي في الالتزام بالقراءة ملوش دعوة خالص لا مقامات ولا قرار ولا جواب ولا كذا إلى آخرين مصحف معلم يعني معلم بيعلم القرآن للخلق فنسحب بيته هو شبيه بس طبعا سيدنا سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري لا مكان يعني كان بينغم بتحرك أوسع في المقامات بحركته أوسع وبسحته أوسع لكن الشيخ محمود عبد الحكم أقدر أقول عليه أن قراءته هادئة تعليمية صحيحة ملتزمة أربع صفاتهم في هذه القراءة هذه القراءة تصلح جدا أن تقرأ في الصلاة يعني تحس أنه هو بيتعبد بالقراءة هو مش عايز حد يقول له الله أيوة كمان المرة يا سيدنا الشيخ أيوة كده اللهم صلي عليه لما يدخل على الحجاز اللي فاكرينها الحجاز وكده ها اللهم صلي عليه لا هو مش عايز كده هو عايز الناس تتفاعل مع ذات نفس القرآن مش مع صوت المقرأ فالله يرحمه كان أستاذا وصاحب مدرسة هذا شأنها ودي مدرسة قوية جدا عمقها ونشرها الشيخ الحصل وفي البلسياتك ازاي لكن الشيخ محمود عبد الحكم يعني ايه مزاق آخر مزاق آخر فهو لما الناس استمعت لها هناك في انا وابو تشت وكذا إلى آخر للتلاوة الشاجية دي ولذلك يسموه ايه في الكتب الصوت الشاجي فالصوت الشاجي دي لما سمعوه أم نصحوا أبوه أنه هو يروح يستزيد شوية في طنطة فصارى في طنطة إلى طنطة من إنا لطنطة لطنطة طب ليه ما نزلش في القاهرة الأول هو راح القاهرة بعدين يعني راح طنطة الأول وقعد له سنتين تلاتة وبعدين نزل إلى القاهرة ودخل الأزهر وبرضو قعد سنتين تلاتة ثم اشتغل بالتفرق للقراءة والقرآن فدي المميزات دي بتجعلنا يعني بنتعامل مع شخص فريد في دولة التلاوة لأنه هو من مؤسسي دولة التلاوة فدولة التلاوة ما هيش فقط الصيطة ودراسة المقامات على أبدع ما يكون في المدرسة المصرية لا المدرسة المصرية فيها أيضا هذا النوع من القراءة التعليمية الهادئة الواضحة الملتزمة عظيم فيه فرق كبير بأنك أنت تقرأ بالتجويد بأحكام التجويد يعني وبين أن تقرأ من غير أحكام تجويد وأسيادنا أصحاب الطبقة الوسطى دول اللي هو مصطفى اسماعيل وحمد الزامل والضمنهوري وكذا إلى آخره هما اللي نشروا هذا الحال وكان بقى الرجل البطل الخفي كان الشيخ عامر ابن عثمان الشيخ عامر ابن عثمان حصلت له مشاكل في الحندرة وكان يتعالج عنده الدكتور حندوسة الله يرحمه كان بتاع المسالك الصوتية لكن صوته اتحاش ما كانش كان عالم كبير بقى خالص خالص يعني زي محمد بن محمد بن محمد بن الجزري يعني شمس القراء إنما ما كانش يقرأ لأنه صوته يعني كان فيه وقفة فيه وقفة يعني مثلا يقول يقول ايه مثلا والحا هنا محلها الترقيق واخد بالك فينحبس الصوت عند عند نفس معين فما ينفعش يتصدر القراء وكل القراء تلمزته كل القراء تلمزته يعني ما ينفعش نحن نقول انه ده خارج دولة القراء ده شيخ المقار الأب الروحي الأب الروحي الشيخ محمود عبد الحكم بيفكرنا بجزء مهم من مدرسة التلاوة المصرية اللي احنا مسميينها دولة التلاوة